بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات صف الأول إعدادي أهلا وسهلا بكم في مادة دراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة بنتكلم مع بعض بقى في وحدتنا الأخيرة في التاريخ والدرس الأول فيها اللي اسمه كيف تكون مواطنا صالح طبعا عايزين نتعلم في الدرس أو في الدروس بتاعة الوحدة دي إزاي نبقى مواطنين صالحين وكيف يعني نتعرف على حقوقنا وواجباتنا وإزاي نقدر نبقى عارفين زي ما بنقول كده هوت إيه اللي لينا وإيه اللي علينا طبعا الدولة بتعمل يا شباب على بناء الإنسان المصري اللي يكون لي صفات مرغوب فيها أو وفق مواصفات مرغوب فيها فالدولة بتحاول تعمل الكلام ده على أساس متطلبات المجتبع وطبيعة التطور اللي بتبقى في المجتمع المصري عن طريق إيه؟ عن طريق إن هي توفر الفرص أمام الإنسان عشان يقدر يمارس كل ألوان النشاط اللي بتساعده في تحويل الأقوال لأفعال وممارسات وطبعا يكون سلوك الإنسان في هذه الممارسات سلوك مميز يبقى الدولة المصرية بتعمل على بناء إنسان مصري وفقا لصفات مرغوب فيها تتفق مع متطلبات الإيه المجتمع وطبيعة التطور عن طريق إتاحة الفرص أمام الإنسان ليمارس كل أشكال النشاط اللي هتساعده في تحويل أقواله لأفعال وممارسات يكون سلوك الإنسان في هذه الأفعال والممارسات مميز إزاي أو كيف يمكن تحويل سلوك الإنسان ليكون سلوك مميز قالك الكلام ده بيتم عن طريق أن الدولة بتدرب الإنسان على كيفية التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع كيف يمكن تحويل السلوك ليكون سلوك الإنسان مميزا الكلام ده بيبقى عن طريق تدريب الإنسان على كيفية التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع عشان ما تبقاش أنت عايش منعزل لا لازم تتدرب على كيف تتواصل مع أفراد المجتمع تحدد المشكلات وكمان تشارك في حل هذه المشكلات بالطريقة دي الإنسان سيتحول سلوكه إلى سلوك مميز يبقى لما تتواصل مع أفراد مجتمعك تحدد إيه المشكلات اللي عندك أو مشكلات المجتمع وتسعى إلى حل هذه المشكلات بالتالي هيتحول سلوك الإنسان إلى سلوك مميز مش بقى تقول أنا ملياش دعوة أو أنا مالي لا الإنسان لما يتواصل مع أفراد مجتمعه كل الناس اللي حواليه مش بس مكتفي بأنه باصص في شاشة الموبايل بتاعه أو مالوش دعوة بقى بكل الشخصيات اللي حواليه أو كل المشاكل اللي موجودة حواليه لا تتواصل وتتعاون مع أفراد مجتمعك طبعا عندنا جمعيات كتيرة جدا ومؤسسات كتيرة جدا نقدر من خلالها نعرف إيه المشاكل اللي موجودة في مجتمعنا وكمان نشارك في حل هذه المشاكل بالطريقة دي هتقدر تحول السلوك بتاع الفرد إلى سلوك مميز طيب إيه الهدف من كده يعني إيه الهدف إن أنا أبدأ أشارك في معرفة مشاكل مجتمعي أو مشاكل المكان اللي أنا موجود فيه الشارع بتاعي مدرستي الشغل اللي أنا فيه وأبدأ أشارك في حل هذه المشاكل أنا الهدف من كده إيه الهدف من ده إنك هتتحول إلى مواطن صالح هتتحقق المبادئ الأربعة اللي من خلالها هيبقى الإنسان مواطن صالح مواطن مفيد لنفسه والأسرته والشغله وللمجتمع المصري بالكامل تبقى مواطن يؤثر في المجتمع اللي أنت موجود فيه في البيئة اللي أنت عايش فيها يبقى الهدف من تحويل سلوك الإنسان إلى سلوك مميز عن طريق أن تدريب على كيفية التواصل مع أفراد المجتمع وتحدد المشكلات وتشارك في حلها إن أنا أحقق المبادئ الأربعة اللي هنتكلم عليها دلوقتي لإعداد المواطن الصالح تعالوا كده نشوف إيه هي المبادئ الأربعة لإعداد المواطن الصالح نقرأ كده حاجة حاجة ونبدأ نفهمها مع بعض أول مبدأ من المبادئ لإعداد المواطن الصالح ليعرف ليعرف إيه؟ حقوقه التي يجب أن يحصل عليها لازم المواطن الصالح المواطن اللي سلوكه مميز يجب أن يعلم ما هي الحقوق الخاصة به الإنسان لما يعرف حقوقه يقدر يشارك في حل مشكلات مجتمع ويقدر يبقى إنسان إيجابي داخل المجتمع يبقى أول مبدأ من مبادئ إعداد المواطن الصالح أن يعرف حقوقه التي يجب أن يحصل عليها مش بس الحقوق وأنه تعرفش حقوقك بس وتقول بقى خلاص دا حقي لا لازم كمان وواجباته ومسؤولياته التي يجب أن يؤديها نحو المجتمع وهو زي ما إنت ليك حقوق بتطالب بيها أنا حقي كذا وأنا حقي كذا وأنا حقي كذا لازم كمان في المقام الأول تبقى عارف الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن يؤديها الإنسان نحو المجتمع كل مجتمع بيبقى لي عادات وتقاليد فأحد مميزات المواطن الصالح مواطن المميز في سلوكه أنه يعرف عادات وتقاليد المجتمع ويتمسك بيها ما تبقاش انت ليك بقى تقاليد بقى وعادات مختلفة عن المجتمع لا لازم تشارك مجتمعك في عاداته وتقاليده المميزة أيضا يبقى أحد أهم مبادئ إعداد المواطن الصالح نقولها كمان مرة عشان لما اجلنا في الامتحان بتاعنا نبقى عارفينها ومش بس في الامتحان بتاعنا في حياتنا عموما عشان أبقى إنسان إيجابي ومواطن إيجابي داخل المجتمع اللي أنا عايش فيه لازم أعرف أن في مبادئ لهذا المواطن أول حاجة أن يعرف يعرف وجباته ومسئولياته يعرف حقوقه التي يحصل عليها لازم كمان يبقى عارف عادات وتقاليد المجتمع المصري ويتمسك بها عندي إيه كمان من المبادئ اللي بتساعد على تأسيس أو إظهار مواطن صالح مميز في سلوكه بيسعى لمعرفة مشكلات مجتمعه وكمان يسعى لوضع حلول لهذه المشاكل ليعمل ليعمل على إيه على القيام بالتزاماته تجاه وطن مصر والنهوض به وحل مشكلاته أحد المبادئ الهامة جدا لقيام مواطن صالح لقيام مجتمع جيدة شباب إنك تعمل على القيام بكل الالتزامات تجاه الوطن التزامات دي كتيرة جدا التزامات إنك تتفوق دراسيا عشان لما هتتفوق دراسيا أنت حضرتك بعد كده هتفيد المجتمع بتاعك تتفوق في المجال العمل اللي انت فيه عشان تفيد مجتمعك لازم تلتزم بسلوكك الحضاري في استقبال مثلا الأجانب في مصر في النشاط مثلا السياحي لازم تبقى ملتزم تجاه وطنك إنك تدافع عنه وعن قضاياه في أي وقت من الأوقات فأحد أهم المبادئ اللي بيقوم عليها المواطن الصالح اللي بيشارك بسلوكه المميز في حل مشكلات مجتمعه ليعمل على القيام بالتزاماته تجاه وطن مصر لينهض بها ويقوم بحل المشكلات يبقى أول مبدأ ليعرف حقوقه واجباته يتمسك بالعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري تاني مبدأ ليعمل على القيام بالتزاماته تجاه وطن مصر والنهوض به وحل مشكلاته تالت مبدأ ليكون مواطنا صالحا متحليا بالصفات الحميدة تكون صفاتك صفات جيدة فيها بقى الرحمة والعطف والعدل وغيرها من الصفات الجيدة اللي نتمنى اللي كل المواطنين المصريين يتحلوا بيها شاعرا بالرضى عما يؤديه من عمل لمجتمعه يبقى عندك رضى بكل حاجة أنت بتعملها في مجتمعك وشفت مكان عايز نظفه فهتبقى إنسان صالح بتسعى أنك تغدم الوطن بتاعك متمتعا بتقدير المجتمع لما يؤديه من أعمال أنت لما تعمل كده تقولش أنا مالي لا الناس كلها لما هتبص عليك وانت بتعمل كده هو فانت بتنتج وبتحل من أحد مشاكل المجتمع رافضا أسليب العنف والتعصب التي تنال من استقرار المجتمع المصري أي مشاهد أو أشكال العنف والتعصب سواء كان بقى في رياضة أو في حياتك العادية أو في الشارع في أي وقت رفضك لأسليب العنف والتعصب بتجعل منك مواطنا صالحا المبدأ الرابع من مبادئ تأسيس أو ظهور المواطن الصالح ليعيش مع الآخرين طيب أنا كده عندي أربع مبادئ هي الهدف من إنشاء المواطن الصالح ليعرف وليعمل يكون المواطنا صالحا وليعيش مع الآخرين بتعيش مع الآخرين مش منعزلا مش منفردا مع نفسك مش بتقعد تقول أنا ملياش دعوة أنا بحل مشاكلي أنا وبس لا يجب أن تتعايش مع الآخر متعاونا متحابا بتحترم حقوقهم وتتقبل آراءهم ودي من أهم النؤة أن تتقبل الآراء الأخرى تقولش أنا رأيي أنا بس اللي صح وخلاص لا يجب أن تتقبل آراء الآخرين حتى تكون مواطنا صالحا متعاونا مع الجميع متحابا بتحترم حقوقهم يبقى أحد أهم المبادئ اللي بتظهر أو اللي بتؤدي لظهور المواطن الصالح ليعيش مع الآخرين حاول كده وإحنا بنتكلم على مبادئ ظهور المواطن الصالح كون صورة كده في زهنك حول معنى المواطن الصالح يعني بعد ما بتعرف أن المواطن الصالح ده هو المواطن اللي بيسعى إلى التعاون مع الآخرين المواطن الصالح هو اللي بيحل المشكلات مجتمعه بيتعرف عليها وبيضح حلول ليها المواطن الصالح اللي ليه مبادئ أربعة لنشأته أو لظهوره أن يعرف وأن يعمل وأن يكون مواطنا ليه علاقات مع الآخرين فيتعاون معهم متحابا يحترم حقوقهم ويتقبل أراءهم ويؤكد عمليا بقى عمليا على انتماؤه وولاؤه للمجتمع الذي يعيش فيه لازم تظهر بكل يعني حواسك انتمائك وولاءك لهذا المجتمع اللي انت عايش داخل هذا المجتمع أو في هذا المجتمع ها مين بقى يفكر كده ويبدأ يقول بينه كده وبين نفسه مين هو بقى المواطن الصالح بعدما عرفنا ان المواطن الصالح هو اللي بيعيش مع الآخرين هو اللي الدولة بتسعى الى جعله سلوكه سلوك مميز عن طريق تدريبه على التعايش مع الآخر فيبدأ يتعرف على مشكلات مجتمعه ويبدأ يسعى لوضع حلول لهذه المشاكل وقلنا الهدف من كده نشأة المواطن الصالح على أساس المبادئ الأربعة ليعرف وليعمل وليكون مواطنا صالحا وليتعايش مع الآخرين فيظهر عمليا بقى انتماءه وولاءه لهذا المجتمع الذي يعيش في داخله من هنا بقى هيظهر لنا معنى كلمة المواطن الصالح ها مين هو بقى المواطن الصالح الشخص الذي لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه المجتمعية والنهوض به دعا لكده واحدة واحدة تاني ايه المقصود بالمواطن الصالح بعد ما عرفنا المبادئ بتاعته ذلك الشخص الذي لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في ايه ايوه في حل قضاياه المجتمعية والنهوض بها زي ما انا قلتلك قضايا المجتمع مش قضايا فردية لا ده المجتمع كله ما قلش انا بقى انا ملياش دعوة لا ده انا بسعى الى معرفة ايه القضية ايه المشكلة وكمان هحاول احلها لانهض بالمجتمع المصري ككل مش هنهض بي انا بس لا ده انا هنهض بكل الايه المجتمع لما ابدأ اقرر ان انا ابقى مواطن صالح عندي قيم عندي مهارات عندي معارف تساعدني ان انا اشارك بكل فاعلية في حل قضايا المجتمع وانهض بهذا الايه المجتمع وبكده هنبدأ نعرف مع بعض ايه هي صفات المواطن الصالح حط انت لنفسك كده هوت من غير ما تقرأ في الكتاب صفات للمواطن الصالح بن وجهة نظرك بعد اما عرفت المواطن الصالح دوت شكله عمل ازاي او ايه هو او ايه المبادئ اللي لازم تتحطوا قدامه لكي يظهر ليفيد مجتمعه فالمواطن الصالح ده اكيد ليه صفات معينة مواطن الصالح صفاته ان يعرف حقوقه ويتمسك به لازم تتمسك بحقوقك في نفس الوقت يجب ان تقوم بواجباتك نحو وطنك ما احنا قلنا ما تقعدش تقول انا حقوقي كذا وكذا 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 وتنسى الجانب المهم ايه الواجبات اللي عليك قدم واجباتك كويس وبالتالي هتحصل على حقوقك فصفات المواطن الصالح ان يعرف حقوقه ويتمسك بها وان يقوم بواجباته نحو وطنه يتمسك بعادات وتقاليد مجتمعه العادات وتقاليد بتاعتك لازم تتمسك بيها ولازم تبقى عارفها يبقى تعرف حقوقك تقوم بواجباتك بس مش تعرف حقوقك بس تعرف حقوقك وتتمسك بها بس ما تنساش في نفس الوقت ان المواطن الصالح هو اللي بيقوم بواجباته نحو وطنه واجباتك متعددة ومختلفة ويتمسك بالعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع واهم حاجة بقى من صفات المواطن الصالح ان يشارك في حل مشكلات المجتمع يجب على المواطن الصالح ان يشارك في حل مشكلات مجتمع ودي احد اهم صفات المواطنين الصالحين مشكلات مجتمعك ايا كانت سواء كانت مشكلة كبيرة جدا تسعى وتفكر وتتكلم في حل مشكلة مجتمعك او حتى لو كانت المشكلة خاصة بالاسرة بتاعتك لازم ايضا تشارك فيها وما تقولش انا ملياش دعوة انا ليا دعوة بنفسي وبس يبقى صفات المواطن الصالح معرفة الحقوق قيام بالواجبات تمسك بالعادات والتقاليد واهم حاجة ان يشارك الانسان المواطن الصالح في حل مشكلات مجتمع تعالوا كده بقى مع بعض نحط شوية اسئلة على كيف تكون مواطنا صالحا ونأكد مع بعض على المعلومات السؤال الاول اكمل ما يأتي تدرب الدولة المواطن على تحديد ايه وكيفية ايه اه كناها في اول الكلام خالص على تحديد برافو مشكلاته وكيفية اه التواصل والتعاون مع افراد المجتمع لما قلتلك انك لازم تبقى عارف ايه هي مشكلاتك فالدولة بتدربك على تحديد ايه هي المشكلات بتاعتك خلال بقى حاجات كتيرة في الاعلام في الاخبار تبدأ تعرف ايه المشكلات الخاصة بالمجتمع بتاعتك وكيفية التواصل والتعاون مع افراد الايه المجتمع سؤال اخر يجب على المواطن ان يعرف ايه وايه لازم حكتين تبقى انت عارفهم وانت ماشي في الشارع كتيرة وانت قاعد في البيت وانت قاعد في المدرسة وانت قاعد في النادي تبقى عارف ايه حقوقك ها يعرف المواطن حقوقه و واجباته تبزل الدولة جهودا كبيرة من اجل بناء ايه وفقا لنق ها الدولة في اول الكلام خالص قلنا ان الدولة بتسعى لبناء الانسان المصري وفقا ايوة لصفات مرغوب فيها يبقى تبزل الدولة جهودا كبيرة من اجل بناء الانسان المصري وفقا لجهود او وفقا لصفات مرغوب فيها سؤال اخر ها اكد المواطن الصالح هو ايه ذلك الشخص الذي لديه قيم مهارات معارف تساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه الايه المجتمعية والنهوض بها تعالوا كده نشوف شكل اخر من اسئلتنا صح وغلط تبزل الدولة جهودا كبيرة من اجل بناء الانسان المصري طبعا اجابة اجابة صحيح اتنين يجب تدريب المواطن الصالح على كيفية مواجهة المشكلات طبعا اجابة صحيح ليكون اجاب ان نتمسك بالعادات والتقاليد في المجتمع عشان نكون مواطنين صالحين كده شباب نكون اتكلمنا على كيف تكون مواطنا صالحا رب يكون الناس استفادت اشوفكم على خير في حلقات قادمة